بص كلام بقى مصطفى كريم إن دي غلطة عمري أو الغلطة الأكبر في حياتي وإنه الأهلي لازم أن الناس تبقى عارفة إن دا ريال مدريد العرب أنا للأسف أسباب كتيرة ما خلتنيش أروح وندمان ومعتبر إن دي غلطة عمري إيه كواليس اللي حصل؟ كواليس إن أول مرة يعني من أغرب من أغرب المواقف اللي تعرضت له إيه؟ طبعا إحنا تفوضنا حصل تواصل معاه كان فاضل بالظبط 48 ساعة على فترة القيد فتوصلنا واتفقنا على كل لعب حر هو قال لي أنا حر لما توصلت معاه ما كانش في مصر أنا حر قلت له طيب ابعت لي ما يثبت إنك حر جواب من الاتحاد اللي أنت تابعه وطلبتك إيه؟ كذا 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 توصلنا بالميل على الأساس إنه حييجي بقى يوقع قدامنا هنا وعملنا كل الاتفاقات تاني يوم يا عمي بعتلي الورقة اللي بتقول إنك في ريه ترانسفير وإنك إنت الاتحاد حيبعتلي الشهادة الدولية لحد ما جئنا آخر يوم أكلمه 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 اللي كان أظن الساعة سبعة أو تمانية حيقفل وأنا قاعد وكابتن حسام البدري قاعد قدامي في مكتبي إنه كان الناحية التاني مكان ما كان بيعود هذه اللي كان قبل ما يجي هذه وعادت أتكلم معاه يولئ حالا اقفل ربع ساعة نص ساعة لحد ما بقى يفاضل حوالي ساعة كنا مجهزين بديل للطوارئ فإجراءات كلها خلصانة ما بعدش حاجة وما ردش علينا نكلمه ما يردش نكلمه ما يردش فأفلنا الاتجاه ده يعنيه وروحنا للبديل اللي ما كانش يعني برضو هو أحسن حاجة لأنه ده كان رقم واحد لكن دي ظروفه ظروفه إنه كان فيه غموط هو شرحها بعد كده إنه كان فيه شرقة واصحابه بيقولوله وخدنا صايع غلط وسنه صغير وسنه صغير وما قدرهاش لكن الغموط ده خلانا ما ناخدش الأوراق في التوقيف اللي اسمح لنا إنه إحنا نقيده هو ده اللي كان من جانبنا الصورة اللي من جانبي إنه أنا كنت حاسس بيه إنه فيه شيء ما كانش صريح معنا يعني كان فيه شيء ما بيقولوش لكن هو ما كانش بيقول لنا لأ اقفلوا حبعاتلك وأنا قاعد جنب الميل وقاعد جنب الفاكس وما فيش حاجة بتيجي بس لو كان رجع يعني هو حس بغلطته رجع إمتى ما خلاص القيد يرجع إمتى يرجع إمتى يرجع بعد ديه بستة شهر لأ انتهى بقى والناس بتلعب معك بالطريقة دي تسخ في تفكيره إزاي حد يعني حصل إن حد بعد ما رفض رجع في ظرف التاني وافق توافق له لأ لأ أنا شخصين أقول لأ أخاف منه يعني أنت جاي لي ولم تكن مية المية يعني واضح معايا أخذك إزاي أتعامل معاك إزاي بعد كده ماينفعش ولا على أساس إنه في لحظة ما قدرش قيمة إنه هو هلع في نادي ما قدرش أنا حط نفسي في مكان تفكيره أنا كنادي أقلم مش هاخد واحد أقول لك أقومه أعلمه وهو عارف غلطه والكلام ده ما ينفعش إنت عدتني في لحظة حرجة لآخر وقت إن أنا متصور إن أنت عتبعتلي الورقة وأيدك كان الأقلم قدمله تفتكر عرض مالي جيد ولا إيه الأمره إلي اتفقنا أنا مش متذكر المبلغ هو على فكرة قال إن عرض الشرق ما كانش يزيد كتير على عرض تتفقد لكن كونك إنت لم تكن مش عايز أقول صادقا معي حقول مش واضحا معي ما هو أنا كمال إيه مصالح إنت إنت استهنت بيها إنت ما قدرتش النادي دي قاعد حتضيع عليه فرصة قيد إحنا كنا حطين الخطة به معنا بس فما ينفعش أنا أستاذ إبراهيم في أمور كده في ملامع الشخصية تقول لك حينفع معاك ولا مش حينفع لو كان رجع بعديها ما كنتش أقدر أسق إنه ما يغيرش رأيه تانيهم رغم إنه واضح جدا إنه حاسس بالندم قوي دي بقى دي روح تخدت تالت العالم أيوة وأتابع نجاحاتك قال لك ده في نفس السنة اللي قال لك خدت تالت العالم في اليابان في امتني فهي مش وعفة على حد انت ليت هي مجع قلبك دي كانت مسألة مهمة جدا علشان أو رسالة من صفة كريم لكل اللعيبة وقت ما اللي قال لي بيقدم لك عرضه هو بيقدم لك فرصة كبيرة جدا للارتقاء بمستقبلك لتأمين حياتك لوضعك حتى مصطفة كريم شعوره بالمرارة إنه قال لك دي الغلطة الأكبر في مشواري مع الكورة ترجمة نانسي قنقر